أعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من إجراءات السحب الإلكتروني لمشروع مجمع 609 بمنطقة سترة والمدرج ضمن مشاريع برنامج توزيع 3200 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الرحمن الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أكد أن الوزارة بصدد طرح المرحلة الثانية من مشروع المدينة الشمالية للتوزيع اعتبارا من يوم غد الأربحة المرحلة الأولى من التوزيعات التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد انتهت بانتهاء إجراء السحب الإلكتروني لمشروع مجمع 609 في منطقة سترة لتتولى بعدها وزارة الإسكان البدء في المرحلة الثانية بتوزيع 3200 وحدات سكنية والتي ستشمل البدينة الشمالية في الأيام المقبلة يوم هو اليوم الأخير من عملية السحب على وحدات مشروع سترة الإسكاني وهو المشروع الأول من ضمن سبع مشاريع راح يتم ان شاء الله توزيعها في الفترة القادمة بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان شاء الله العملية مستمرة حسب الجدول الزمني الموضوع إجراءات السحب الإلكتروني لمشروع سترة اتسم بالسلاسة كما أشار المنتفعون من الخدمة السكنية شاكرين الحكومة الرشيدة على سرعة إنجازها للمشاريع الإسكانية التي تلبي طموحات المواطن البحريني أنا مستانس حصل من الأسكان تحت بيت أبوي اللي يخلي ملكنا يخلي ولي العهد ويخلي رئيس الوزراء نشكر جرالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد ومشكورين وما قصروا مننا وأنا من ضمن سكنة سترة الحمد لله أنا بغيت في سترة وحصلت سترة أنا فرحانة أشكر بابا حمد وبابا سلمان وبابا خليفة مستانس والحمد لله رب العالمين أشكر حكومة الرشيدة أنهم أعطوني البيت والحمد لله رب العالمين أحمد رب العالمين أول شيء والشعر لي وصف أنه بيكون لي بيت خاص ويا عائلتي بضمني أنا وجهالي فأشكر كل القائمين على هاي البرنامج بما فيهم جلالة الملك وولي العهد يعني ما قصر أنه سرع بهاي العملية ما كنا متوقعين بها السرعة نحصل يعني فالحين طلعت لي أرضه أتمنى أتمنى أنه مثل ما سرعوا في عملية التوزيع وفرحونا يعني يسرعونا في موضوع له الإنشاء والانتهاء من المشروع الله يتمم على خير إن شاء الله الكل الكل للعاملين بعد يعني تحية وشكر خاص الشعوري لا يوصف مستانس وإتبار أنه حصلنا على وحلة سكنية وضمني أنا وعائلتي وأسرتي أتمنى للجميع التوفيق وأشكر القائمين على ذي المشروع الشعوري أنه أنا فرحا أنه حصلت بيت يعني حق الأولادي وأهلي يعني مرتاح طبعا فرحة ما قدر وصف عنها يعني ما قدر وصف شنو شعوري زيادة أشكر للحكومة على منسان في الإنجاز المشروع هذا الإسكاني لجميع الناس يعني وفر لهم بأسرع وقت ممكن يعني يعني يقضوا على الوقت عن الإسكان والأجار وهذا فرحوا كل بيت يعني شكرا أولا لجائة الملك ورسل وزارة وولي العهد على هذا الإنجاز العظيم وأشكر وزارة الإسكان على تقريبات طلبات الإسكانية وعلى المسيكين السيترا وحمد الله توفقنا وحاصلنا قسيمة إسكانية أشكر رجال أولاد الملك حبيب القلوب ورئيس الوزراء وولي العهد وأنا مستانس واجد وزارة الإسكان تسخر كل طاقاتها لتنفيذ المرحلة الثانية من توزيع ثلاثة ألاف ومئتي وحدة سكنية لتحقق نجاحا مشابها لما حققته في المرحلة الأولى من توزيع ثلاثة ألاف وحدة سكنية لتكون بذلك قد استطاعت الوزارة أن تمضي في تحقيق هدفها وهو تقليص قوائم الانتظار تحقيق 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 ت